في الوقت الذي تضج فيه أروقة السياسة في العراق بالحديث عن ملفات الفساد والصفقات المشبوهة وتحكم المافيات السياسية بملف الاستثمار في البلاد تؤكد الإحصائيات الدولية حجم المستوى المتدني الذي يقف فيه العراق على مختلف الصعود وفي مقدمتها الاقتصادية يحتل العراق المركز 106 ضمن قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية من أصل 109 الدول شملتها دراسة دولية جديدة الدراسة أرجعت الأسباب الرئيسة لهذا التدني الكبير إلى ضعف الهيكلية المالية للدولة نتيجة عدم وضوح وشفافية تطبيق القوانين وأشارت إلى أن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى لوبيات الأحزاب التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة المعتمدين من قبلهم مؤكدة أن محاسبة هذه اللجان يعد ضربا من الخيال ورغم وجود قانون للاستثمار في العراق فإن أغلب المستثمرين يعانون من تعقيدات وإجراءات بيروقراطية عقيما أصبحت تؤثر على مستقبل البلاد ناهيك عن المساومات وعمليات الترهيب التي تعترض المستثمرين من قبل اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب والميليشيات ما كبد البلاد خسائر كبيرة عبر الاستحواذ على أغلب الاستثمارات وسعي تلك الجهات لتنفيذ أجندات خارجية حولت العراق إلى سوق مستوردة للبضائع الإيرانية منها على وجه الخصوص الكثير من المسؤولين والسياسيين المتورطين بملفات فساد منذ عام 2003 تمت تبريئتهم بعد شمورهم بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان بتوافق الكتل السياسية فيه أخرون لم يخضعوا للمحاسبة أصلاً حيث يعتبر عدم وجود قانون جنائي الرصين يحاسب الفاسدين والممارسات الجديدة وكل من يحاول العبث بالأمن الاقتصادي سبباً في عدم رغبة الشركات الاستثمارية للعمل في بلد توزع فيه المناصب الحكومية تبعاً لحجم القوة التي يمنحها كل منصب وقيمة الموارد المالية التي يدرها وبالرغم من توفر عوامل مهمة جاذبة للاستثمار كرخص وتوفر المواد الأولية والموارد الطبيعية والبشرية والبيئية المناسبة للعمل إلا أن هذه العوامل لم تجد من يسخرها للصالح العام فالمشاريع الوهمية والرديئة الإنجاز وبأرقام فلكية ظلت سمة الاستثمار في العراق الذي يعيش الفساد فيه أزهى عصوره ويمر بدورة حياة المتواصلة من خلال زواج المال الحرام بالسلطة السياسية الفاسدة